برج خليفة هو أطول ناطحة سحاب في العالم ويقع في دبي الإمارات العربية المتحدة فيما يلي بعض الحقائق عن المبنى يبلغ ارتفاع برج خليفة 828 متراً، 2، 7 و 3 قدماً، ويتكون من 163 طابقاً استغرق البناء 6 سنوات تم تصميم المبنى من قبل أدرين سميث الذي كان يعمل في شركة الهندسة المعمارية سكيدمور، أوينفز، واميرل، سوم، ومقرها شيكابو بدأ بناء برج خليفة في عام 2004 واكتمل في عام 2010 وتقدر التكلفة الإجمالية للبناء بحوالي 6.5 مليار دولار أمريكي يحتوي المبنى على العديد من الأرقام القياسية العالمية باسمه، بما في ذلك أطول مبنى في العالم، وأعلى منصة مراقبة في العالم، وأعلى منصة مراقبة خارجية في العالم تبلغ مساحة المبنى الإجمالية 3.9.473 مترا مربعا، 3.33 مليون قدم مربع، ويحتوي على 57 مصعدا وثماني سلالما متحركة المبنى هو موطن فندق أرماني دبي، الذي يحتل الطوابق الثمانية الأولى من المبنى، بالإضافة إلى شقق سكنية فاخرة ومساحات مكتبية ومنصة مراقبة عامة تتكون واجهة المبنى من أكثر من 26 ألف لوحة زجاجية، وتضاء ليلا بنظام إضاءة متطور يستخدم 300 جهاز عرض لدعالي الطاقة يحتوي المبنى على إجمالي 163 طابقا صالحا للسكن، مع وجود أعلى طابق مأهول في الطابق 154 يقع سطح المراقبة المسمى في الأعلى في الطابق 124 يتميز برج خليفة بأسرع المصاعد في العالم، والتي يمكنها السفر بسرعة تصل إلى 10 أمتار في الثانية، 33 قدما في الثانية تصميم المبنى مستوحا من زهرة هيمينو كوليز، وهي موطنها الأصلي في المنطقة تم ترتيب الأجنحة الثلاثة للمبنى على شكل واي، مما يساعد على استقرار الهيكل في الرياح العاتية الشائعة في المنطقة